السلام عليكم ورحمة الله معلومة صحية على السريع والنهاردة هنتكلم مع بعض عن اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك بس الاول ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلكو كل جديد ومفيد لصحتكم وصحت اسرتكم طبعا نقص بعض الفيتامينات في الجسم بيزود فرص تعرض الشعر للمشاكل الصحية والتساقط والتقصف وكتير مشاكل بتقابلنا في شعرنا وفي فروة الرأس وبيكون من اهم اسبابها نقص الفيتامينات الضرورية لصحة الشعر من اهم الفيتامينات الضرورية لصحة الشعر فيتامين دي فيتامين دي نقصه بيؤدي لضعف الشعر وبيخليه بالتالي بيتساقط بصورة متكررة وبصورة يعني زيادة عن المعتاد لان المستويات المنخفضة من فيتامين دي بتؤدي لداول التساقط بالشكل الملحوظ كمان بتؤدي لظهور الشعر الابيض لدى بعض الاشخاص فاحنا هنتغلب على المشكلة دي ازاي ان احنا نعمل فحص للدم عشان نشوف نسبة فيتامين دي ونعوض الفاقد بالمكملات الغذائية وطبعا الطعام الغني بفيتامين دي من اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك فيتامين اي فيتامين اي ممكن نقصه يؤدي الى تساقط الشعر بشكل مفرط لان طبعا كلنا عارفين ان تساقط الشعر لما بيكون كتير قوي وملحوظ بياخد شهور علشان نقدر نستعيد الشعر الكسافة الطبيعية بتاعته عندنا كمان ممكن نقص فيتامين اي يسبب ظهور اشرة في فروة الرأس بكميات كبيرة وبتكون ملحوظة جدا علشان كده لازم نهتم بضبط نسبة فيتامين اي في جسمنا عن طريق ان احنا نتناول الاطعمة الغنية بفيتامين اي من اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك فيتامين اي طبعا فيتامين اي في حالة نقصه بنلاقي ان الشعر التالف والاطراف المتقصفة فيه اصلا بيكون موجود بصورة ملحوظة فده كله بيؤدي ان الشعر التالف اصلا بيتساقط والشعر الموجود بيكون اطرافه متقصفة فالشعر بيكون متهالك بمعنى صح كمان الاشخاص اللي بيعانوا من نقص فيتامين اي ممكن يصابوا ببعض الاضطرابات في المناعة الزاتية زي الثعلبة البقعية فبالتالي لازم نعوض نقص نسبة فيتامين اي بالاغذية والمكملات الغذائية من اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك فيتامين سي طبعا فيتامين سي نقصه بيؤدي لجفاف الشعر بيؤدي لتزايد الاطراف المتقصفة بيؤدي لزيادة معدل التساقط وبطء النمو بيؤدي ان الشعر نفسه بيكون خفيف وهش فلازم نعوض النقص من فيتامين سي بالمكملات الغذائية ويريد كمان نعوض الاول بان احنا نتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي من اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك فيتامين بي تسعة او الفوليك اسد او حمد الفوليك طبعا حمد الفوليك كلنا عارفين انه مسؤول عن نمو الخلايا وانقسامها فبالتالي لو جسمك ما فيهوش نسبة كافية من حمد الفوليك فده هيؤثر طبعا سلبا في نمو انقسام الخلايا المطلوب او الانقسام الطبيعي للخلايا فبالتالي ده هيؤدي لانه النمو بتاع شعرك مش هيكون بالمعدل الطبيعي فلازم نعوض النقص من حمد الفوليك بالاطعمة اللي بتحتوي على حمد الفوليك والمكملات الغذائية من اهم العناصر الغذائية الضرورية لشعرك الحديد وطبعا نقص الحديد في الجسم بيؤدل تساقط الشعر وبيؤثر في صحة فروة الرأس وكمان ممكن يزود معدل نمو او بيبطئ معدل نمو الشعر لما يتساقط او بعد تساقطه بشكل مفرد فبالتالي هيكون النتيجة شعر خفيف جدا فلازم نعوض نقص الحديد من الاطعمة الغنية بالحديد وكمان المكملات الغذائية اللي ممكن تساعدنا اكتر على ضبط نسبة الحديد خلصنا فيديو النهاردة اللي تكلمنا فيه عن اهم الفيتامينات الضرورية لشعرك ولكن سلسلة معلومة صحية على السريع مكملة معاكم علشان صحتكم تهمنا فلازم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي وتعليقك هيوصل لك الفيديو اللي جاي بطريقة اسرع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله